تشكيل أنا من وجهة نظري تشكيل الأنسب للنادي الأهلي أنا قبل ما أدخل الهوى كده بتشوف إيه العناصر الموجودة وإيه العناصر عندها إنذارات والتشكيلة الأنسب التشكيلة الأنسب للنادي الأهلي مش ثلاثة وراء ما انت لعبت ثلاثة وراء وجا فيك هدف وهدف التاني بعديه وأخطاء دفاعية بالجمع مش بالتلاتة بالتحرك بأسلوب التغطية التغطية والتغطية العكسية بأسلوب اللي انت بتمين مع اللعب بأسلوب الضغط فبالتالي العدد وراء كتير بيغلط مش بتدافع كويس فبالتالي أتوقع علي لطفي ياسر إبراهيم أتمنى يلعب اتنين فقط كالعداء والأربعة اللي وراء محمد عبد المنعم هيكون موجود أولى مشاركاته مع النادي الأهلي نكلم علي معلول ومحمد هاني حمدي فتحي ساقت لتحت شوية تلاتة فندر السولية وديانج أحمد عبدالقادر محمد شريف وإحسين الشحات أو طاهر محمد طاهر وعايز حضراتكم تبصوا للتشكيلة وده اللي أنا قلتم بارح هتلاقوا المحترف الوحيد ديانج ماينفعش اسم بحجم وتاريخ النادي الأهلي وفيه علي معلول وده رأي الشخصي من غير محد يزعل مني خالص بالمناسبة ومحدش هيزايد على أهلويتنا لكن الحق أحق فريق الهلال السعودي بص على محترفينه بص على الترجي على محترفينه بص على الصفاكس لما بيجيب محترفين بصوا على أندية كتير جدا جدا النادي الأهلي يستحق المجموعة أو اللعيبة المحترفين بتوعه ما يبقوش عادين على الدكة وما يبقوش بر بره التمنتاشر وما ينفعش يتصابه كتير لأن الإصابة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت بيقى لعب قوي فاللعب القوي اللي زهنه حاضر اللي بيتمرن كويس اللي بيعلم حجم النادي اللي بيلعب فيه ما بيتصابش كتير وحتى لما بيتصاب ما بتحسش أبدا اللي هو تصاب فالنهاردة مكسوني فين بره ما بيلعبش ده في زل نقص عددي بلعب ناشئ مش هقول ناشئ بلعب لعب مقاد في النادي الأهلي ما اكتسبش خبرات كبيرة والمحترف قعب بره ايه ده لكن لما روحوا معايا محترفين ولعب راح تل منتخب لا كان النادي الأهلي يزار بشكل كويس وده الطبيعي وده المنطقي لكن انا عايز محترفين اقوية داخل النادي الأهلي ومش اي حد يلعب في الاهلي انا بقول كده دايما يا جماعة لو سمحتوا دي لازم تت مش اي حد يعمل مطش كويس قدام النادي الأهلي لازم يقعد يتذاكر شوية مش كل وكيل عبكاري في الكورة مش كل الوقلة بيفهمه في الكورة والوكيل عايز يلا يبيعي بيماشي حاله لكن انا لازم بقى فيه سيفي متابعة الباك ده التخطية بتاعته قد ايه في المباريات السيزون بالكامل عمل ايه قطع كم كورة الكورات العالية عمل قد تقييمه سلوكه رقموا قد كده لكن اجيب لعب ويتعمل بورباجان ده عاي يكسر والواو والوحش وفي الاخر تلاقي هوا موجود فانا كراجل محب للنادي الاهلي ايه ده بس من حبي وعيش ايه فعشان مدرسة اللي انا ما اقدرش مش شادي بتكلم بشكل عام فغزبا عنك عشان بتحب بتقول ماشي اوكي فيه فوز فيه فوز فيه مش عارف ايه فيه اداء كويس لكن الطبيعي اللي انا بقوله هو الصح حد يختلف على فلافيو حد يختلف على جيلبرتو ومن قبلهم اكوتي لولا الاصابات اللي جات له كان وحش في وسط الملعب جاي يلعب وحش انا بعارف بقوله كويس لكن الاصابات وصاليبي دي اصابة صعبة جد فوارد وانت بتحقق انتصارات ما بقاش شايف لاعب مش موجود لكن النهاردة في بطولة وكسر عالم القندية محترف برق واحد مصاب والتاني مش موجود ما بيس سكة فيك وما لجبته ليه وما لقتلته عليه ليه وده دي الامانة اللازم نتكلم فيها لان نادي الاهلي مش دور الادارة بتقول المدير الفني انا عايز ده فالادارة جابت هولك فانت قعدته بنحرق بنزين على الفادي وقبل البطولة موجود وكيلة عماله اللي هي زوجته وجاية وموجودة وبتاعه والكلام والبتاعه وده الكميشن بتاعي كزا وده مش عارف ده خلنا اللي بيعيش الحلم ما هي على فكرة انا بقوله ده في العالم كله برضه اما بروح راح لبطولة انا بقفل كل حاجة بركز في الحلم في الهدف عندي ملايين عندي نادي كبير مسئولية كبيرة كاللعبين ومدير فني فهنا دي التشكيلة من وجهة نظر اللعب الموجودة دي الانسة قعد بحط تلاتة وارا ما حنت لعبت تلاتة وارا عام حصال الله ايه في الاخر هدفين من اخطاء اه بنتكلم كمان ايه مش الخطأ كمان فردي لا ده بتيجا بتتكلم خطأ جماعي مركب جماعي عيني مش شايف وقف في الوف سايد واحد تتصرع ثم التاني مش مركز مع الراجل سايبه لوحده فانفراد هدف تاني محدش بيقابل خالص والراجل بيجري بدل من روح اقطع كتري وقف برجع لورا بأمن على واحد قريدي ممسوك اخطاء ما تنفعش تحصل في النادي الاهلي واسم النادي الاهلي ها دي الحياة فعشان كده لازم زهنيا خلق دافع روح النادي الاهلي تلعب برجوله وتلعب عشان تسعد جمهورك وما تديش الفريق اللي قدامك اكبر من حجمه هو مش بلعب ستاشر لاع واسمك انت كمان يخد لازم تسك في اسمك اسمك يخد اسم النادي الاهلي فعلا يخد شرط النادي الاهلي يخد اي حاج فزي ما قدرت في منتيري وزي ما قدرت في بطولات كتير على مدار التاريخ لا تقدر بس اللي انا تعايش واللي انا ادخل في المباراة وده المهم جدا وده كان كلامنا عن النادي الاهلي اه في البداية اشتركوا في القناة